للفساد كينات وجذور ومفاصل متغلغلة في الدولة وأفراد وجمعات وللفساد حديث آخر في العراق غير ذلك المتوقع في بلدان العالم المتقدمة حيث المفردة التي أصبحت نظاما ممنهجا عجزت حكومة العراق ما بعد 2003 في أن تكسر سوى بضع عظامه من المنافذ إلى المؤسسات والمصانع والمشافي إلى كل ما قد لا يخطر على البال والفساد في الحديث عنه قبل شهر قليل قدرت بعض أرقامه بأكثر من 150 مليار دولار أسلوبة من مقدرات البلاد مسروقة بعيدة عن العراق والحكومات التي آخرها حكومة محمد شياع السودان جميعها تحدثت بلغة الوعيد للمفسدين لكن نتائج مرتقبة من الشارع والمجتمع الدولي سيما مع شرط وضعه السوداني يؤكد أن لا دولة مستقرة دون محاربة الفساد ومواجهته وفي معادلة استرجاع هيبة الدولة التي خرج لها العراقيون مطالبين بها مؤكدين أن لا حرية وعدالة دون اجتثاث الفساد من جذوره واجتثاث أزلامه ومحركه من الخارج والداعمين لنفوذ يشتغل له ويصنعه في الداخل وتلك معضلة زوالها مرهون بحكومة تمتلك الإرادة الحقيقية لمواجهة ميليشيات الفساد إن صح وصفها أو كما يقول الناشطون من جديد خرج رئيس هيئة النزاهة علاء الساعد قبل أن يقدم طلب أعفائه كاشفا عن عدم تمكنه من الاستمرار بعد حملات التشويه التي تعرضت لها الهيئة متحدثا عن مخاطر ومصاعب تنافق عمل النزاهة وهو ما يثير التساؤل أجرى إن كان هناك من يستطيع الإجابة عليه بشفافية مطلقة كما يصفه ناشطون ومناقبون بصيغة الاستغراب والبحث عن إجابة حول الأسباب التي داعت رئيس هيئة النزاهة للحديث بصيغة صادمة لأوساط سياسية في البلاد يتساءل الرأي العام العراقي على لسان ناشطيه بوضوح مطلق هل بات الفساد أمرا واقعا لا يمكن مواجهته أم أن للحكومة موجة أخرى في معركة طاحنة تقلب بها ما كان معتقدا منذ عقدين من الزمن